اشكاليات الحقيقة اللي صارت في استخراج عمليات جواز التلقيح والقبال الهئل خلينا نقوله في اخر اللحظات خاصة يوم 21 ديسمبر اول امس يعني يوم 22 ديسمبر السباح العشاية القايلة كيف كيف الناس الكل يعني جيت في اخر لحظة وقامت ان يتخرج في جواز التلقيح لين وصل ثم برشة اشكاليات في موقع ايفاكس وناس ما نجمتش تخرج جواز التلقيح والبارح زادة ايضا صارت لها مشاكل باش تمشي تتنقل الخدمة ولو انه هي ملقحة لكن ما نجمتش تستخرج الجواز فصارت لها مشاكل الهنا ثم حل اخر وحل هو الحقيقة معنتها انا اعجبت به حل ممتاز خفيف وبطريقة مجانية بطريقة ذكية تنجم تتحصل على على الاقل خلينا نقوله حل وقتي هو انك اليوم تنجم يعني تأكد للي بشي طالبك بجواز التلقيح انك استكملت التلقيح متعك التفاصيل تتسويت في لب الموضوع معنا وشارة السيد شوقي الشيحي مدير عام تكنولوجيات الاتصال اهلا وسهلا سهلا مرحبا بكم ومرحبا بكيفة مستمعين ومستمعات اذاعة راديو مي مرحبا سي شوقي مدير عام تكنولوجيات الاتصال اليوم الطريقة جديدة لاستخراج جواز التلقيح بالهاتف كود ثم رمز التشجيل ويعني تنجم تتأكد انه شخص تلقح مرتين واستكمل تلقيح خلينا نقوله صحيح بالفعل بعض المشاكل صارت العديد المواطنين عام استخراج جواز التلقيح وزارة تكنولوجيات الاتصال وضعت خدمة جديدة سهلة رابيد جرتويت زادة مجانية تمكن المواطن من انه يتحصل على المعلومة اللي تقول انه ملقح ولا معانت متحصل على جواز التلقيح او لا عن طريق الكود دايا نجمة عشرين 22 نجمة ويحط الكود باكس بتاعه دياز يتحصل بشي جيه مساج فيه اللي اسمه لقب الثلاثة ارقام نخلنين بتاع 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 التعريف الوطنية بتبيع لضمان حماية المواطنية شخصية بتاعه والمعلومة اللي تقول هل انه متحصل على جواز التلقيح نعم ام لا نجمة عشرين 22 نجمة رمز التجليل متاع ايفاكس رمز التجليل متاع ايفاكس اللي يعني قيت بيه انت في منظومة ايفاكس باش تمشي اطلق حرقم تقريبا تسعى ارقام هذك الرقم هذك دياز ثم يعني سيشوقي باشن معتها المواطنين البسط المعلومة للمواطنين هو يجيك مساج ام انت فقط يعني تعمل خلينا نقوله ديمارش هذيها للاستذهاء تعمل ديمارش هذيك بالوقت معتها فما المعلوم المعطيات اللي كنت نحتيت اللي هما اللي اسمه لقب واثلاثة رصان بتاقتارين فوال معلومة اللي تكون متحصل تجيك بالوقت مع انت اهانيا عن طريق الخدمة هذيها مهم والنجم ونتحصلوا عليها من اي هاتف جوال سواء كان هاتف جوال عادي او سمارتفون مع انت ما تطلبش الولوج لشبكة الانترنت ما تطلب حد شيء مع تخدمة سهلة ومجانية ومتوفرة لي اه مشتركي اه شبكات الانتصال مهم دونك للناس الكل متوفرة مش بضرورة لكون عندك سمارتفون مش بضرورة لكون انتي متصل بالانترنت اي تليفون عادي تنجم تعمل الكود هذيك كل ما يعني اه يجب الاستذهار به تعمل الكود ووري المساج متاعك هذا هو واضح يعطيك الصحة شكرا سي شوقي يعطيك الصحة شكرا لكل هذه التفاصيل مدير عام تكنولوجيا الاتصال يظهر لي اه يعني طريقة سهلة لحقيقة طريقة اه حلوة طريقة تنجم معتها انك اليوم تسهل خاصة بعض المشاكل اللي صارت في موقع ايفاكس بارشا مشاكل اللي حقيقة صارت للمواطنين مواطنين تعطلت يعني مشاغلهم البارح وهذا بين بالكاشف انه الناس مرجمتش تخرج الباسبور الفاكسان متاحا دونك اليوم كود جديد نجمة الفين واثنين وعشرين تحديدا نجمة الفين واثنين وعشرين نجمة الكود متاع الانسكريبسيون يعني في موقع ايفاكس متاعك المتكون من تسعة ارقام اديس ويجيك المساج ويؤكد لك المساج انك ملقح ولا لا المساج فيه ثلاثة ارقام الاخرانية من بطاقة تعريف الوطنية متاعك يعني اللي استذهار به ولا تأكد من يعني انك انت استكملت التلقيح وكانت هذي لب الموضوع يب الموضوع يلا موصلين معاكم في مش صباح ما تبعدوش راجعين بعد الموزيكا